اشتركوا في القناة صغيرة حوالين الفندق لكن هيبدأ من الساعة 3 لربع عصرا و3 عصرا فيه عنده مجموعتين هيشتغل اطالات اللي بيعملها هو دايما ليه كده طريقة مستر كارتيرون في حاجات جيمانيستيكس معانا بيعملها مع اللاعبين واخدت خلاص احنا الكلمة فيها كتير واللاعبين حفظاها فعرف انها المصلحتها واعتقد ده فارق حتى من اللاعبين بسم الله ما شاء الله من حيث الاصابات ان الحمد لله بفضل الله يعني الاصابات عندنا ما بتطولش الحمد لله يا رب طبعا وفكرة ان انت عارف توزع الحمل وعارف تريح العضلات بتاعت اللاعبين ده نقطة بقت مهمة جدا على فكرة بقت عنصر ما يقلش اهمية عن الفنيات وعن الماديات وعن خطط وعن 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 ليه؟ لان انت عنصر الوقت وعنصر ضغط الماتشاط بقى بيخليك محتاج ان انت يعني بيخليك ان انت غزبا عنك محتاج انك يعني يكون اللاعبين عطول جاهزة فضغط الماتشاط تعرضك لإصابات ضغط الماتشاط ممكن يخسلك لعيب اقافات لقدر الله انا قلت استاذ برج العرب اللي في السويس لا طبعا استاذ برج العرب اللي فيسكندرية لعبتنا في برج العرب فيسكندرية والمجموعة الاولية بتاعت الإطالات هتبقى الساعة 3 до 4 والمجموعة التانية الساعة 3 العص ثم التحرق على طول الملعب برج العرب فيسكندرية الساعة 3 ونص عصرا ان شاء الله علشان ندخل في المباراة